موسيقى من بجمع كفر نحوم عاوز أتكلم عن معجزات المسيح في كفر نحوم أسرد بعض المعجزات اللي صنعها يسوع مكتوب كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب وكان يخرج الأرواح النجسة الشريرة بكلمة فإذن صنع قوات آيات خارقة جدا معجزات المسيح كانت معجزات كثيرة وكانت معجزات علنية مرئية فورية يعني الناس كانت تشوفها وتأكد أنه حدث معجزة معجزات المسيح كانت للخير لمصلحة الإنسان يهتم بإحتياج الناس في مكان قريب أشبع الآلاف وهنا في كفر نحوم صنع شفاءات كثيرة معجزات رحمة معجزات محبة معجزات حنان وإحسان معجزات نعمة كان في نعمة في يسوع المسيح كان يتحنن على الناس من ضمن هذه المعجزات إخراج الروح النجس في هذا المجمع حدثت في مجمع كفر نحوم وتخيل معي شيطان في مكان العبادة روح نجسة في مكان العبادة لكن حيث وجد يسوع المسيح وحضوره تهرب الشياطين ثم في مكان يعني أكم متر الجهة الأخرى بيت بطرس الكنيسة المبنية على بيت بطرس بعد المجمع دخل بيت بطرس وكانت حماته محمومة مطروحة مصابة بالحمة الشديدة جدا مكتوب أنه انتهر الحمة من حمات بطرس ثم الكتاب المقدس بيتكلم عن شفاء المفلوج أربعة جاءوا حاملين شخص محمول مفلوج وبسبب ازدحام الناس لم يستطيعوا أن يدخلوا حيث يسوع فطلعوا على الصقف ونقبوا الصقف ونزلوا هذا المفلوج فشفاه وغفر خطياه أيضا ثم في كفر نحوم شفاء الرجل الذي يده يابسة وكانت في السبت وكانوا بيجربوا يسوع بد هنا يشوفوا إذا بيصنع معجزة ولكن علم المسيح أنه هو رب السبت وأن السبت خلق للإنسان مش الإنسان للسبت واحدة من المعجزات القوية جدا أنه شخص غير يهودي قائد روماني قائد على كتيبة رومانية من مئة جندي وأنه كان كويس كان منيح مع اليهود في هذا البلد وهو يعني اللي صرح أعطى التصريح ببناء المجمع اللي إحنا وقفين فوقه في هذا المجمع فجاء ليسوع المسيح وقال له لست مستحقا أن تدخل تحت سقف ولكن قل كلمة فالمسيح اتكلم وشفي غلام قائد المئة ثم يسوع وهو في قان الجليل شفى ابن رجل البلاط رجل الشريف كان ابنه في كفر نحوم وبكلمة طبعا اخترقت المسافات وشفي ابن رجل البلاط ثم إقامة ابنة يايروس اللي كان عمرها 12 سنة أقامها المسيح من الموت وفي نفس الوقت في نفس المعجزة شفى المرأة نازفة الدم اللي كانت تنزف لمدة 12 سنة وأنفقت كل معاشتها على الأطباء بل صارت إلى حال أردع ثم معجزة أخرى إنه فيه ضريبة اسمها ضريبة الهيكل اللي هي نص شاقل فطلب المسيح من بوتروس إنه يروح للبحيرة بحيرة طبرية ويرمز صنارة وأول سمكة بتطلع طولها وفيه بتمها بفمها فيه استار وإدفع عني وعنك كانت طبعا لدفع ضريبة الهيكل معجزات المسيح كثيرة يعني لما بنتطلع على بحيرة طبرية منشوف كيف هدأ العواصف وأيضا أشبع الآلاف وصنع الخير وكان في كل مكان مكتوب عنه جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء طرحوا المرضى عند أقدام يسوع فشفاهم جميعا فإذا حيث وجد يسوع المسيح شئة القائة وجدت المعجزة هذه المعجزات حدست في كفر نحوم ولكن للأسف أنه رغم كل هذا يعني لم يؤمنوا بيسوع المسيح فوبخ كفر نحوم ووبخ المدن المجاورة أنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية ولكن معجزات المسيح ما زالت مستمرة من خلال التلميذ وأتباع يسوع المسيح ما زلنا نستخدم هذا الاسم لتحرير الناس من الأرواح الناجسة وشفاء المرضى فبصله وأنت بتشاهد يعني سواء أنت مقيد أو سواء أنت ضعيف أو مريض قل له يا رب المسني لأنه مكتوب وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء